الدعاء 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 هو سؤال الله سبحانه وتعالى وطلبه وهذا الدعاء ليس له لفظ واحد محدد بل المؤمن يدعو الله جل جلاله بما جاء في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بالمعاني الصحيحة التي لا يوجد ما يعارضها من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقدم بين يدي دعائه و نجواه عددا من الوسائل المشروعة التي تقرب إلى الله و التي تكون أبلغ في إجابة دعائه فمثلا بعض الألفاظ في الدعاء يحرص عليها المأثورة أن يحرص على الثناء على الله سبحانه و تعالى أن يحرص على الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتحرى تصحيح حاله أن يقبل على الله سبحانه و تعالى بكليته و قلبه أن يبتعد عن أسباب رد الدعاء أن يبتعد عن الذنوب و المعاصي أن يبتعد أن يبتعد عن الغفلة و اللهو كل هذه الأسباب مجتمعة تحقق له هذه تكون أبلغ له في حصول إجابة الدعاء تحقق له هذا المطلوب تكون أبلغ له في حصول مطلوبه و كل ما تخلف شيء من هذه الأسباب كان أبعد فلذلك الدعاء له أسباب تعين الإنسان على حصول أثره كل ما الإنسان حقق شيء من هذه الأسباب و وفق لأدائها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أما أن يظن الإنسان أن هناك لفظة معينة في الدعاء أو أن هناك حال معينة أو أن هناك وضع وضعية أو كذا أو مكان معين أن الدعاء فيه مستجاب قطعا مئة بالمئة نقول لا لكن الدعاء بجملته بألفاظه و حالة السائل و وقت السؤال و مكان السؤال كل هذه أسباب تحقق له بإذن الله تعالى يعني أن تتوفر فيه عدة عوامل الألفاظ و حالة الداعي صحيح كل ما زادت هذه الأسباب كل ما كان أرجى لقبول دعائه و الله سبحانه وتعالى سميع قريب و مجي اشتركوا في القناة